نقول هل حلق الشعر مباح في العشر من ذي الحجة نقول الأفضل ألا تفعل من كان يريد أن يضحي فما ينبغي له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل هلال زي الحجة وكان لأحدكم زبح يسبحه فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي ولذلك العلماء رحمه الله بعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالتحريم نعم